نبدأ مع شركة أنغامي استحوى التطبيق بث الموسيقى أنغامي ومقرع دولة الإمارات العربية المتحدة على شركة سبوتلايت إيفنت للفعاليات المباشرة والحفلات الموسيقية والتي تتخذ من دبي مقرا لها مقابل مبلغ غير معروف وبتهدف هذه الشراكة إلى سد الفجوة بين العالم الرقمي والواقع من خلال توفير الوصول إلى الحفلات الحصرية عبر إمكانيات بث الفيديو المباشر في أنغامي طبعا تأسست أنغامي في عام 2012 في لبنان من قبل إدي مارون وإليح حبيب وأدرجت أسهمها في بورسة ناسدك في فبراير 2022 تأسست سبوتلايت في 2005 من قبل ماهر كشركة متكاملة لإدارة الفعاليات مع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنغامي أنشأت مقرها العالمي ومركز البحث والتطوير في أبوظبي في عام 2021 تحديدا وكانت كجزء من شراكه مع مكتب أبوظبي للإستثمار وستتولى سبوتلايت من خلال هذا الاستحواذ على تنظيم الفعاليات والحفلات الموسيقية المباشرة الخاصة بأنغامي بما في ذلك الفعاليات الغير متصلة بالإنترنت أيضا وذلك لتعزيز مكانة أنغامي وليتوسع في قطاع الموسيقى والترفيه وأيضا تعزيز الرابط ما بين العالمين الواقعي والرقمي والاستفادة من الفرص المتوفرة والواعدة في هذا السياق وبينما بتوفر سبوتلايت منصة مثالية أمام الفنانين لأداء أغانيهم والوصول إلى جمهورهم حتى في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت رح تعمل تقنيات أنغامي على سد الفجوة بين العالمين الرقمي والواقعي مثل ما ذكرنا من خلال الحفلات الموسيقية الحصرية عبر ميزة بث الفيديو المباشر بالإضافة أيضا إلى تأمين تجارب استثنائية من خلال تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ورح يفتح هذا الاستحواذ للمنصة أفاق كبيرة جدا وكبيرة للتعاون مع الفنانين والعلامات التجارية وبالإضافة إلى ذلك تعزيز تجارب عشاق الموسيقى من خلال الوصول الحصري إلى الحفلات الخاصة وأيضا صالات كبار الشخصيات ولقاءات مع الفنانين بالإضافة إلى طبعا وصول إلى موراء الكواليس والحضور للحفلات الموسيقية سواء كان عبر أجهزتهم أو حتى من دون توفر الاتصال بالإنترنت ورح توفر أيضا إمكانية الوصول إلى الحفلات الموسيقية التقليدية والافتراضية عن طريق شراء التذاكر أو عبر فرص الرعاية المقدمة من قبل العلامات التجارية